فيروس كورونا وصل القدس ودوت انذارات الطوارئ لتخيم حالة من القلق على المدينة ويسيطر التخبط على الفلسطينيين واسطعز لهم الإجباري عن جسادهم الفلسطيني المبعادي قسرا خلف الجدار العنصرية لكن ورغم قيود الاحتلال لم تتوانى السلطة الفلسطينية عن تجهيز خطة طوارئ للعاصمة بل وباشرت في تنفيذ إجراءات وقرارات وقائية لمواجهة الفيروس أهمها تشكيل غرفة طوارئ في القدس تضم أحدث المعدات الطبية وغرف حجر صحية كان لابد من تشكيل وبشكل فوري لجنة طوارئ وغرفة طوارئ في محافظة القدس بدء في عمل خطة تكاملية مع كابة مكونات محافظة القدس لأوقوف أمام هذا المستجد الخطير المرحلة الثانية كانت هي تعقيم الساحات والمؤسسات والمدريات والمساجد والكنائس سنوفر في حال ترى أي مستجد لا سمح الله كل إمكانياتنا وكل مستلزمات الأساسية لأبناء شعبنا الفلسطيني في العاصمة المحتلة حملات توعية بوباء كورونا واستعدادات طبية خجولة هي ما تمكنت شبكة المستشفيات العربية من اتخاذها في القدس وسط تعظم أزماتها المالية وتصعد التضييقات الإسرائيلية على عملها وكوادرها الطبية إلا أن مخوف الشلل الاقتصادي في السوق المقدسية كانت الخطر الأعظم المهدد للمراقبين تبعا لقرار إغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والفنادق وعزوف المقدسيين عن التنقل خوفا من الإصابة القرارات الأخيرة بإغلاق الفنادق بشكل كامل أو حجر صحي للقادمين من خارج 14 يوم هذا أدى لإغلاق الفنادق بشكل كامل في القدس يعني جزء كبير من الفنادق أعطت موظفينها إجازات بدون رواتب على أساس سفر حركة الحجوزات سفر في الفنادق فبالتالي كل ما هو مرتبط بالسياحة من فنادق من أدلاء سياحيين مكاتب سياحة وسفر نقل مطاعم كلها تأثلت بشكل سلبي وفيما تتعظم التحذيرات بعدم التجمهر لتجنب انتشار الفيروس انطلقت الدعوات الشعبية المنادية بالصلاة في المسجد الأقصى مع أخذ التدابير الوقائية والتعقيم المتواصل للمرافق يخشى العالم أجمع من الإصابة بفيروس كورونا أما الفلسطينيون في القدس فتجاوزت مخاوفهم قلق الإصابة وحتى سبول الوقاية فالمقدسيون وأصحاب تلك المحلات التجارية يضعون أرجاقهم على كف عفريط من آلة الإفقار الإسرائيلية وما كان ينقصهم سوى الفيروس لتدمير مصدر قوتهم الوحيد فمن المنجد الآن؟ لبرنامج القدس ياسمين أسعد قناة الغد القدس المحتلة ترجمة نانسي قنع